يا صباح الخير صباح الأنوار صباح المحبة والصفاء الأحلى وأغلى مستمعين دينا فيما كنتوا صباح الخير لكم مغربة العالم الجالية العربية الناس لي في البيوت ديالهم والناس لي في العمل ديالهم فكن نقول لكم يا صباح الخير وأكيد مرحبا بكم دائما بكل فرح في برنامجكم اليومي برنامج بيت سعيد وليومة كي شرفني وكي نورني محمد حواش مبصري صباح الخير صباح الخير أختي ظهرة وكنشكركم على الاستضافة مرة أخرى إذا عدي لكم غاديو بلوس مرحبا بك خبرتي إلينا مدة دابا حوالي سنة دابا مرحبا بي والحمد اللي احنا جينا دابا وجيبين معنا الجديد جديد دونك حنا فاليوم غدي نتكلموا على واحد الزاج اللي هو جديد وخصوصا للأطفال ما بين سنوات سنين تلتنشر ماشر سنة قدي نتعرفوا ليشنا هو هاد الزاج والأنواع دياله وخصوصا لاش تخصص غير الوليدات الصغر واخا شنو العملية اللي كي ديليا واخا اولا هاد الزاج ديال الناس ما عارفين شاد الزاج هاد الزاج جديد ومشي جديد جديد خارج وداروا تجاريب على كثرة من عشرة الاف طفل هاد الزاج كي منع الافولوسيون ديال الاميوبي كي يفخين الاميوبي ما كي بتخليه جديد ومن 16 الاثنشر عام احنا عارفين لك المرحلة خطيرة هي في انتي نمو الطفل وكي تكون الاميوبي افوليوتيف تقدر تزاد بسريعا وهاد الزاج بحا تقول كيف رانيها واضح يعني كي ينقسلين اولا الناس اللي عندهم شوف ناقص كي يسطوبي لهم هادك شوف كي بقوا شوفوا بهذاك واتحنا عارفين هادك السن مهم من 16 الاثنشر عام كيتعاليش في اي 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 انامالي مثلا الاستخابيزم مثلا الي كان هيدير تترويد عندو هاد الفترة اللي كيتقدر يتعاليش فيها هاد شخص عارفوه الاباء حياد الاطفال ما عارفين مش خاص الاباء اللي عارفو هاد الزجاج اللي خارج جديد ومشي ويسولوا عليه ولكن خاص يكون انديكيب بغلوف طالما خاص لوف طالما اللي يخرجوا خاص طبيب طبيب واللي شوف الحالة واش واش الحالة حيث غالي ما كيتكون الحالة ويراتية واضح وإلا كانت الحالة ويراتية مثلا عند الاباء او لا عند العائلة والطفل توقع يكون ويراتي هنا فالحالة هو كي يقولين خاصكم تديروا هاد الزجاج والحمد لله لقالنا جايج مزيانة في العالم الحمد لله وكين هو ما كيتصنعش هنا في المغرب ولكن كين في الدول أخرى ولكن كي يصفتوه لنا هنا طيب واش عند جميع المبصريين ولا حيث باقي قصر على بعض الناس اللي عندهم لا هو زوجاج موجود موجود ولكن واش في علم جميع المبصريين كينو حيث فيه أكبير عارفة وفيه أكبير ما عارفهش حيث باقي ما تشهرش بزاف نعم والحد الآن ده باقي شركات قلال اللي عندهم شركات قلال كتقدوها ما شيء قلال بزاف وما اللي عندهم هاد الزجاج هادا واضح طيب المدة باش كيكون نواجد هاد الزجاج المدة اهي اللي كتك من 15 ل 20 يوم حيث ما كيت صنعش هناك يجي من برا واضح هدي المدخص الابات هم يكونوا عارفين هات الشي باش يجيوا صاوبوا على المير صاري يسولوا على المدة كيكون مكتراوح ما بين 15 يوم تل 20 يوم هادا اللي ماكسيموم نعم ودبه بما أننا كنقولوا هاد الزجاج رع عنده واحد دور فعال أنه كي يستوبي لنا هادا كالشوف عند الوليدات الصغر فهنا ممكن أن الأباء بما احنا كنتكلموا عنده يمشيوا عند طبيب ديال العيون ويسولوا على هالزجاج وهو غادي ربما إلا كان في العلم دياله يقدر يحدوا ليهم يقول ليهم فالا في لغضانوس يخرجوا ليهم احنا كنتحدوا مع فئة كبيرة من الآباء خصوصا الآباء هم اللي عارفين ولداتهم شنو عنده مع عارفين شنو كين أنهم هو ما يسولوا عليه يقول لي ما تنفش يمشيوا يدوزوا عند لوف طالما ويقولوا لي واش ولدنا محتاج لهذا الزجاج نعم ويقترحوا عليه نحن نتمنى وأننا نكونوا الأباء كي يسمعونا ويقترحوا واش ولدنا محتاج ولما محتاج وهو الطبيب المختص يقول لهم إلا كان محتاج ركيك قيدة في لغضانوس يقول لهم هذا الزجاج ضروري يخصكم تديرو رتيعون الحمد لله الحمد لله القناة تأيش كبيرة الحمد لله هل نتأيش فاش كتتحدد كتتحدد أنه مثلا بلص ما الوالد كل تلت شهور يمشي يمشي عند يقاد شوف يعاودي بالدلزاج يعاودي ينقص له حل تقول لي كيفراني كيرتاح الطفل واحد المدة وتي مثلا كي يخص يمشي كل عام يقول لي باش يمشي كل تلت شهور يمشي كل عام واضح وما كي ينقص تشوف كي يبقى تشوفها كي تستابل إذا مثلا نقص واحد درجة قليلة مثلا نعطينا مثال مثلا هاد ريكا كي يشوف ستة على عشرة مثلا دي با نعطيك أنا بالأرقام مثلا عندنا الطفل كي يشوف مثلا موان كارت واضح نعطيه موان كارت ما قص ربع مثلا هنا تلت شهور تقول لي تقدر تقول لي موان سانك سيكونت موان سيس مثلا واضح نعطيه موان سات تنقص لي يشوف هاد شنو اللي كي خلي نشوف ينقص هي أن العين كالطوال فاش كالطوال العين أو كالديفورما كي تزادي السيغماتيزم كتزادي الام يوبي هاد الزوجاج في واحد خصائص مزيانة انه كي خلي كي فوكاليزي شوف في واحد سنتر ما كي بقاش عينيه دور فقال كالطوال حال قوليك يعاونه هاد الزوجاج هادو مال خصائص دير سينو كي بقى مثلا موان كات يدو ستشهور تقى موان كات موان كات موان كات موان كات موان كات مده عام مده عام خصو يبدل هاد الزوجاج طبعا الحال خصو يعاود لها نعم عن طبيب دار ودك الساعة هو طبيب المعالج غيقول ليه واش يخليه ولا يعاود ليه ويعاود زوجاج جديد مهم الحمده الله كتولي من عام لعام تبدير كشف طبي عند الطبيب المعالج وكتلقى نتائج كتعجب الوالدين الحمده الله واتحطيب اللون ديالو واش ترانسبران لفيته والوان هو دبا دور ديالطبيب كي خرج ديالزوجاج وانفو كي خرج ديالزوجاج كي بقى دور ديال ميبصاري حنا فاش كي جاعد ناخ سنشوفوا الطيفل شحل عنده من عام نعم نشوفوا القياس الكوريكسون اللي عنده كديرا واش الستيغماتيزم فيها اكمباني والاعلامي وبيب وحدا تنعرفو حنا عيا احنا كنشوفوا اطار تاوي خسو نعرفو كيفاش دير خسو نعزلولي اطار مزيان هذا الدور ديالنا هذا الدور ديالنا دبا كي شبقى خدمتنا احنا واحنا اللي تنحدو طيب اشنا هم المعايير اللي تحدد إليهم الايطار كيفاش خاسو يكون الكادغ اه شوفي على حسب طفل ولاج ديالو حتش رك عرفت الاطفال الصغر ما عارفينش ست سنين وهاد زوجاج من ست سنين الاثنشان عام ست سنين رباقي تيل عباقي ما يقدرش يسيب كين دبا اطار جداد بسيليكون ما كي تهرسوش واخا نهدرو الى الزوجاج هو الول ونهدرو كذلك الى الكادغ طيب هاد زوجاج وشتا هو حيت كان عرفوا الدرالي صغار هنا كان هدرو مع وليد صغير واخا نهدرو مع الابا ولكن هنهدرو مع وليدات صغار الوليدات صغار كيلو حن ديدرات ديالهم دادر ديالهم زاج كيتقشار بزيف الحويجات اما كي عمر بالغبرة اما هنا الوليد شنو شنو النصائح اللي كتطيع وشنو المعايير اللي كتحدد إليهم هاد زوجاج دبا هاد زوجاج خصيصا خرجوه حساب الاطفال واضح اذا انت منك تخرجش حاجة على حساب الاطفال عارف ان داك الطيفل ما تيحافظش نعم اذا تدريك الامكانيات باش يكون داك زوجاج مرتبة الاولى هالزوجاج تيكون اول حاجة انتي اوفي لذي تحبسه واضح هادا دوفيس كيكون انتي اوفي وحنا كنحددو لانديس حنا الاحساب الدقري ديالالا كوريكسيو تلحددو لانديس ويكون ما كيتهرس نهائيا حتى لا تهرس كتكون في غارانتي ديالا كاس كيكون ما كيتشرتش كيكون ما كيتضبابش كيكون جوجاج قابل قابل الكسر واضح انه ما يترس كيسمند هادا احنا جنحددو نعم انطانك ديزوبتيسيان كنحددو احنا الجوجاج نعم عادي مزيعنا طيب غادي نمشيو الكادغ كنشوفو الوليدات بعد المرات كينين كل وليد وشكل ديالو كل وليد كيبغي واحد هو اصلا ما كيبغوش ندادر هدي في الولا ما كيبغيش ما كيتقبلش هادو كندادر يديرو طيب شو ما الدور ديالكم كيفش كتحدد هادا الكادغ اللي يديرو هاداك الوليد احنا الحمدلله بعدك فشكة توصل ست سنين من فما وفوق كاتقدر يتعامل شوية مع الطفل كاتقدر يتعامل شوية مع الطفل اما قل من ست سنين وهاداك اللي كيكون صعيب عليه وما كيقدرش يستحمل الايطار يقدر يشتو يقدر يلوحو اي حاجة من ست سنين كنحاولو مع احنا كنشوفو الحساب الوجه ديالو وغالبا كتكون غالبا واحد تسعين تمانية تسعين في المئة يكون الايطار خصو يكون داير داير خصو يكون عنده واحد البومبا هاداك يكون ناز باش يوصلي لسوكسي الفوق الحجبان وواطح باش العين تفوكاليزة الوسط باش ما يبقاش يشوف من الفوق ولا من تحت هادي هادي ضروري خصو يكون وكنشوفو احنا لحساب السن ديالو حساب الوجاي ديالو واش نديرو لي سيليكون ديرو لي اسيطات احنا تنساعدوه وديك الساعة هو كي تلبسوك محاولو معا بشوي على ما يولفوك نعم وشوي بشوي كي تلواليدين كي لعبوه دور حتى الواليدين كي لعبوه دوره بما ان انا كنت كلم على انضادر وكنت كلم على العينين فهنا نصحة كبيرة الاباء والامهات اي واحد كي سمعنا فاحنا خصنا نبعدوه على الفازة خصنا نبعدوه على التليفون خصنا نبعدوه حيث الوليدات ربما بعد المرات كيتزد المراد ويراتي كيف ما قلتي ولكن بعد المرات احنا كنديروه بالدينة كيف ما كان قوله طبيعي الحال كان اعطي الولد تليفون 24 ساعة الى 24 ساعة تلفازة 24 ساعة الى 24 ساعة في العطال وفي غيره للتابلات والتابلات وغيرها فهنا كنخرجوه على العين ديانا تب هذا دور الوالدين دور الوالدين اكيد اختي زهرة هذا دور الوالدين احنا كلنا عدنا اوليدات ولكن احنا اللي خصنا هما ما عارفين شو بغير يلعب ولكن قاعة قاعة نعطيهم واحد مدة سيطة مثلا واحد 15 دقيقات 30 دقيقات في اليوم مرة كافية انا بالنسبة الشخصيا الولد ديري ما تناخدش الاتليفون طابلات الا في العطال نعطيهم ليشوي اما تلفاز راكي يشوفوا خصو يشوفوا عن بعد حيث كما قلتي ده هادو من بالاسباب اللي كتخرج على العين بعد المرة كان شوفوا شي وليدات كي قرب تلفازة باش يشوف وهنا لما كان هادرو على العينينا ما كان هادروش غير علان للتلفازة ولا علانا لكن هادرو على الدراسة ديالهم راكين بعد الوليدات اللي ما كيقدرش يكتب من صبورة في التعليم في القسم ما كيقدرش يكتب ما كيقدرش يشوف الكتبال اللي كي نفس صبورة دبانا غادي نقول لك اختيز هره دبا اغلبية دي الاطفال اللي تيجون من المدراسة تيسيف طوام الوليد يوم تيقول لي عايت لنا لوليدك ارا ارا خص مش يدير ندادر علاش تيكتب الأخطاء واضح حيش انه ما كيشوف شو كيشوف الطابلو كيكتب كيش ولي كيدير تيقل من عند صاحبه وفاش كي نقول من عند صاحبه كيسبب لي لك شي احراج اذا كيولي الاستاد تعيق الاباء تيقول لهم بالاقص كم تدوزوا لي وفعلا فاش كيدوزوا لي يلقا تيقاو ان الشوف ناقص خاصون ضادر وباش يدير ندادر دري صغير صو شوية صعوبة باش يولفهم اذاك شي لاش احنا تنصحوا على الاباء يعاودوا يدوزوا لولادهم عامين تلت سنين يدوزوا لي يديرون كونسلطات سليون ما يعرفوش الى شافوك يقرب من تلفازة مية في المية عندو الشوف ناقص عندو الشوف ناقص اذاك انك يكتب الأخطاء بزاف يمشي يدوز لي يشوفو شنوك حيش من بين الاسباب هما هدو نعم واضح شكرا لك محمد فوش هذا هو الجديد هذا هو الخبر الصار اللي ما نقوله للاباء والاطفال اللي ما يعرفوش ما يسمعوش ولكن هذا الاباء حيش تزافت الاباء يقولك انا مستعد نصاب الولدي وما نصابش الراسي ما تكلمناش على التامان ديالو والش غالي ولا في المتناول ديالنازل هو شوفي هو زاج كين كي ابتداء من الفين درام نعم حسن مثلا اربعة الاف درام واضح عدوات تامان ديالو على حساب خاتمو اللي غيكون فيه على حساب الانديس والحساب القياس اللي كين وانا بالنسبة لي كيجيني ما غاليش بزاف وليه باش تعاود كل مرة كل ثلاث شهور وتعاود الزجاج وتعاود لامونتور كديرهم مرة واحدة في الام وكين تحسن وكين ضمان وكين تحسن طبيق حال كين ضمان وكين تحسن للطفل اللي بالاباء راي يضحيبوا يقولك نعطيها انا مش مشكلة خاصة والدين تحسن نعم واضح شكرا لكم محمد اكيد كانت منو ان الوليدات او الاباء يسمعونا نسمعونا نسمعونا الله نسمعو فئة كبيرة تسمعنا نعم ودائما كنقولو هاد الزجاج فراه هو محدد الوليدات لما العمر ديالهم من 6 سنين حتى الـ 12 عام من 6 سنين الـ 12 عام تنعاودوها من 6 سنين الـ 12 عام شكرا لك محمد حواش شكرا لك محمد حواش شرفتيني ونورتيني شكرا لإداعات غاديو بلوس مرحبا بك ودائما بكل فرح ونتلقوا معك موضوع اخر مواضيع جديدة بإذن الله شكرا لك محمد حواش شكرا لك محمد حواش من بعد فاصل إشارة وراجع لكم فابقوا معنا تلي بلوس تميز ومصداقية